اشتركوا في القناة مدافع في الشارع السوري تتصاعد ولا أحد يملك الأرض وعلى خط التصويات مبادرات تطرح ولا جديد حتى الساعة حماس تتهيأ لانتخاب رئيس جديد لها وإلى العراق صحة الرئيس مستقرة وتساؤلات عن المرحلة المقبلة بعد طالباني هذه العنوين وسواها سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم المتحدث الرسمي باسم جبهة الاعتدال الوطني العراقية السيد زياد ناصر اللفتة السوداني أهلا وسهلا بك سيد زياد أهلا وسهلا ورحمة وإلى الزميلة دلولة حديدان ننتقل لنتعرف إلى أبرز ما جاء في عنوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم أهلا بكم لم تنقشع صحب الدستور من سماء مصر ولم يسلم مخيم اليارموك من نيران الأزمة السورية ولم تغفل الصحف العربية بقية الأحداث الأخرى والبداية مع صحيفة الزمان العراقية عثمان من المستشفى للزمان الطالبان تعرض لأدنى درجات الجلطة الدماغية الرئيس العراقي حالته مستقرة ويستجيب للفحصات وأطباء بريطانيون وألمان ينظمون لعلاجه الإبراهيمي والعربي يبحثان زيارة الإنذار الأخير إلى الأسد مصر الإنقاذ تتظاهر ضد مشروع الدستور واتساع جبهة الرفض في القضاء إلى السفير اللبنانية لواب المعارضة إلى فندق التشريع المعارضة المصرية ترفض مناورات الإخوان دعوة الجمعية التأسيسية إلى الحوار باطلة محاور القتال تتسع إلى حماء في سوريا يحنى العاشر للسفير الكرسي الأنطاكي سيبقى في دمشق وسباق انتخابي إسرائيلي على الاستطان ستة ألاف وستمائة وحدة جديدة في القدس المحتلة إلى النهار اللبنانية مسار تصعودي للنزوح في لبنان ينتظر المعونة عون لن تخرب إذا تأجلت الانتخابات غارة سورية جديدة على مخيم اليارموك موسكو ترسل سفنا لاحتمال إجلاء رعاياها وفي مصر استقالة النائب العام تثير غضب الإخوان والمعارضة تضغط على مرسي بالتظاهرات الأخبار المصرية كتبت مظاهرات رفض الدستور بالتحرير والاتحادية التأسيسية تدعى الإنقاذ للمناظرة والمتحدث باسم الجبهة ينفي المصريون بالخليج قالوا نعم للدستور وفي الغرب قالوا لا وزير العدل قضاة للتحقيق في بلاغات تجاوزات الاستفتاء الإخوان إجبار النائب العام على الاستقالة جريمة الوطن السورية الجيش يقتحم آخر معقل للإرهابيين في دارية ويوجه ضربات موجعة لهم بإدلب ودير الزور تحذير أمريكي روسي من تصاعد التوتر بين سوريا وإسرائيل في الجولان روسيا لا سلام في سوريا دون مشاركة السلطة والإبراهيم يبحث في القاهرة جهود حل الأزمة السورية إلى القدس العربي قصف عنيف لمخيم اليارموك ونزوح مكثف للفلسطينيين روسيا ترسل سفن حربية لإجلاء مواطنيها من سوريا الوزير ديختر يختبئ في عمارة بالقرب من سفارة تل أبيب بلندن خشية اعتقاله بتهم جرائم حرب مصر مظاهرات احتجاجا على تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور ومقاتي يهزأ من قوى الرابع عشر من أذار هل يعتقدوننا بابا نويل نوزع الهدايا السياسية ثوار ليبيون يغلقون مداخل العاصمة ترابلس احتجاجا على التحقيق مع مصطفى عبدالجليل الشرق الأوسط نقرأ في عنوانها الأول غيبوبة طالباني تربك المشهد السياسي العراقي اليمن لقاء الرياض بين الزيان والحراك يمهد للحوار الوطني مسؤول دحريني للصحيفة الاتحاد الخليجي منتصف 2013 مصر أمين لجنة الاستفتاء يعتذر وجبهة الإنقاذ ترفض الحوار وانتهاء بالقبس الكويتية جابر المبارك الكويت نحو مرحلة جديدة والحمود الاتفاقية الأمنية ضرورة للتصدي لأي مخاطرة خلف هذه الشاشة مزيد من التحليل والتفسير والشرح السياسي شكرا للزميلة دلولة حديدان سيد زياد قبل أن أسأل عن اللافت في العنوين وما هو رأيك اسمح لي أن لنعرف المشاهدين عن جبهة الاعتدال الوطني هو كيان سياسي عراقي سجل في العملية السياسية في عام 2008 رئيسه محسن كاظم المالكي تحلفت هذه الجبهة مع تجمع القوى العراقية وأحزاب سياسية عراقية كصحوة بلاد الرافدين والمجلس السياسي الوطني في انتخابات 2010 تقولون أنكم تدعمون ثورات والربيع العربي أما في سوريا فأنتم تدعمون النظام وأنتم بالمناسبة مقربون من المالكي ومن سياسة المالكي أليس كذلك؟ هكذا يقال سنعرف ما هي الحقيقة إذا كان هكذا يقال لكن اسمح لي ما هو اللافت في هذه العناوين؟ حقيقة اللافت في هذه العناوين هو تسليط الضوء على غيبوبة الرئيس العراقي السيد جلال طلباني الذي نتمنى له الشفاء العاجل هل توصلتم مع بغداد واستعلمتم ما هي الحالة؟ نعم في الوقت الحالي السيد جلال طلباني سأر صحت نحو الاستقرار لكن الكل يعلم أن السيد الطلباني هو مريض من فترة طويلة نعم وهذا المرض حقيقة نتوقع إن شاء الله أن لا يعكس على العملية السياسية إن شاء الله بل سيكون فاتحة للتوافق القوى والجلوس إلى طاولة حوار واحدة ومن ثم سيكون مدخنا للحل أو تفتيت الأزمة بين حكومة الإقليم من جهة وحكومة المركز من جهة أخرى على كل حال نتمنى له الصحة والسلامة ماذا عن ما شهدت من عنوين تتعلق بمصر هناك بين من يؤيد الدستور وبين من يرفض ماذا عن سوريا والمبادرات والأزمة على ما يبدو على حالها كيف تقرأ هذه العنوين بالنسبة للقضية المصرية والمشاكل التي حصلت والاحتقانات التي دارت حول قضية الإعلان الدستوري وغيرها حقيقة وقع الإخوان في مشكلة كبيرة ألا وهي أنهم لم يؤمنوا بتقبل غيرهم من المجتمع المصري والشارع المصري الإخوان لديهم أغلبية شعبية قلقة وفق النتائج الأولية للإعلان الدستور هذه الأغلبية القلقة يجب أن تدعم بمواقف تطمينية من الإخوان بتقبل الآخر وتقبل غير مصر بلد ذو حضارة وتاريخ ومن ثم تنوع فكري وعقائدي كبير جدا يجب أن يأخذ بعيني لاعتبار هذا التنوع وهذا الاختلاف الحضاري حتى لا يقع الإخوان بتهمة أسلمة المجتمع ومن ثم فرض الشريعة الإسلامية ومواقفها بطريقة متشنجة على المتلقي المصري أنتم كتيار إسلامي ليبرالي كيف لكم أن ترفضون ما يقوم به مرسي؟ أنتم فيما لو قدر لكم الوصول إلى السلطة ستأخذون نفس المنحة وتندون بأسلمة الدولة؟ نعم حقيقة أننا لا نرفض ما يقوم به مرسي لكن نرفض آليات القيام بهذا الأمر بمعنى؟ بمعنى نعتمد بالفكر الإسلام على تقبل آخر كما قال علي بنبي طالب عليه السلام أن الخلق خلقان أخل لك في الدين ونظير لك في الخلق إن لم يكن مسلما يتبع عقيدتك ومناهجك وبرامجك يعني برامج الشريعة ومناهجها سيكون إنسان له حقوق وواجبات داخل المؤسسة الإسلامية كمجتمع وكدولة السيد مرسي كما نعتقد وقع بإقواء التطبيق المباشر والسريع المتسارع لأفكار الشريعة الإسلامية والتشريع الإسلامي هذه السرعة بالتطبيق يجعل من هذه القضية تقع بأرباكات كثيرة نقول أغلب الحركات لستم ضد الفكرة ولكن ضد الآلية ضد الآلية نعم حقيقة أغلب الحركات الإسلامية ليست في مصر فقط بل حتى في العراق وغير من البلدان التي شملها الربيع العربي وقعت بإقواء مهم جدا وهو التحول من الحركة إلى النظام وهي غير مهيئة أو غير مكتملة الأدوات بهذا التحول في السلطة يعني حقيقة تحتاج الحركات الإسلامية عموما سواء في مصر أو غيرها من الدول تعرضت لقمع الأنظمة السابقة ومؤامرات دولية وأقليمية هذا القمع جعل قضية تنظيم أفكارها بطريقة تكاد تكون تنظيمات معارضة وتنظيمات سرية أما عندما اكتسبت الأغلبية عن طريق الربيع العربي أو التغييرات الديمقراطية في المنطقة حقيقة يجب أن تأخذ آلية جديدة أن تتحول من فكر المعارضة والفكر السري إلى فكر الحكومة والسيطرة على مفاصل السلطة لكن بطريقة التقبل الآخر ولكن هذه طريقة تتسلل إلى مقاليد السلطة سواء في الحكومة في البرلمان وبالنهاية الأخوان أتوا عبر صندوق الاقتراح نعم فبالتالي كيف لكم أن تلومون أو تلقون باللوم على الأخوان في مصر أنا قلت في لقاءات سابقة مع قناة فضايا عراقية أن الإخوان المسلمين حتى لو فاز هذه أثناء الانتخابات البرلمانية في مصر حتى لو فاز الإخوان في هذه الانتخابات وسيكون الرئيس منهم سيكون رئيس مقصوص الجناحين فاقد لقوة مهمة قوة أغلبية موجودة في المؤسسة المصرية كمؤسسة سياسية وأمنية وعسكرية وغيرها دعم شعبي سيكون ضعيف إضافة إلى تأزم دولي وإقليمي حول قضية استلام إسلامي أو المنصب ليكون بيد الإسلامين نقول حقيقة كان يعاب على الأخوان كما نعتقد فكرة مهمة جدا فشل منظومة العلاقات الخارجية داخل مؤسسة الإخوان بإعطاء تطمينات إلى دول إقليمية والدول العالمية الأخرى ومن ثم إعطاء تطمينات أخرى للشعب والشارع المصري نفسه بعدم فرض ما لا يمكن فرضه بالوقت الحالي وستعطى القضية على شكل الجروعات على شكل الجروعات وفقط للوقت الحالي سننتقل سنناقش المواضيع وتحديدا في سوريا ولسيما في العراق لكن كيف تعطت الصحافة العربية مع أخي المسجدات في المنطقة العربية نتابع الأخبار اللبنانية قدري جميل التفاهم الروسي الأمريكي لم يحصل أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السوري قدري جميل أن الأحاديث عن كواريس تفاهم روسي أمريكي بشأن الأزمة في سوريا لم يحصل بعد بسبب رفض الروس الدخول في تفاصيل الأسماء والتشكيلات جميل قال للصحيفة أن الكلام عن تفاهم روسي أمريكي ليس سوى افتراضات آتية من استقراء لحلة الاستعصاء الحل العسكري عن إيجاد مخرج نهائي على الساحة السورية الحياة السعودية أسبوع يفصل حماس عن انتخاب رئيس لمكتبها السياسي كشفت مصادر فلسطينية للصحيفة أن مجلس الشورى العام لحركة حماس سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل ينتخب خلاله رئيسا جديدا للمكتب السياسي المصادر رجحت أن تعقد الاجتماعات في الدوحة بعدما بات عقدها متعذرا في الخرطوم كما كان متوقعا نظرا للوضع الأمني في العاصمة السودانية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وأبرز المرشحين لهذا المنصب قال للصحيفة أنه لا مجال للنفي أو التأكيد عن حظوظه هذا الأمر يتعلق بالاجتماعات الداخلية للحركة وردا على الأنباء عن احتمال ترشيح حماس رئيسا لسلطة الفلسطينية أو لمنظمة التحرير قال أبو مرزوق نحن لم ندرس هذا الطرح بعد لكنه غير مستبعد ما دمنا دخلنا السلطة والمنظمة والتشريعي الشرق الأوسط السعودية غيبوبة طالباني تربك المشهد السياسي في العراق تضربت التقارير أمس حول صحة الرئيس العراقي جلال طالباني مذ أعلن عن دخوله المستشفى إثر يوم تعب طويل كان من ثماراته لقاؤه رئيس الوزراء نور المالكي بعد قطيعة استمرت أكثر من شهرين قيادي كردي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أكد في تصريح للصحيفة أن وضع الرئيس جلال طالباني مستقر نسبيا لكنه مقلق بالتأكيد أما في الجانب السياسي خصوصا ما يتعلق بخلافته في منصبيه الرسمي والحزبي بوصفه الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني فقد أشار مصدر قيادي في الاتحاد إلى أنه لا مشكلة في خليفته بموقع رئاسة العراق فالدكتور برهام صالح سيكون هو الشخص الأوفر حظا لاحتلال ذلك الموقع بحكم علاقاته الجيدة مع الأطراف العراقية كافة ولكونه وجها مقبولا دوليا وإقليميا وعن خليفته في الاتحاد أجاب القيادي أن هذه مشكلة مزمنة داخل الاتحاد الوطني الوضع معقد كثيرا والخلافة تتأرجح بين ثلاثة أو أربعة أشخاص في قيادة الحزب سيد زياد من جديد أرحب بك سأبدأ من صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي عنوان الطالباني أو غيبوبة طالباني توربيك المشهد السياسي في العراق الفقرة الثالثة من الدستور المادة 72 من الدستور العراقي تنص على أن يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند خلوه لأي سبب كان لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما على أن يصار إلى انتخاب رئيس جديد لكن على ما يبدو اليوم يحكي عن السيد برهام صالح هل هو فعلا الأوفر حظ لتولي المنصب؟ نعم حقيقة يتميز السياسيون في العراق بكثرة الكلاء وهذه الكثرة ستسبب مشاكل لمن يعانوا من أزمات صحية ومنهم السيد طالباني كما نقلت الصحيفة أن بعد لقاءه بالسيد المالكي وأكيد أن اللقاء قد طال بسبب كثير من الملفات العالقة والمشاكل نستغل الفرصة ونكرر نتمنى بالصحة للسيد الطالباني حقيقة أول شيء المادة تنص في الدستور العراقي أن السيد نائب رئيس الجمهورية سيشغل منصب السيد رئيس الجمهورية في حال غياب أو وفاة السيد رئيس الجمهورية لأي سبب كان لمدة شهر لحين إجراء انتخاب داخل أرواق البرلمان لتحديد رئيس جمهورية جديد طبعا نتوقع ستكون هناك احتقام بهذه القضية وإن كان السيد برهم صالح والأوفر حظا لما لديه من مقبولة وطنية ودولية واغليمية ويتمتع هذا الشخص كما نعتقد بأنه سيكون وريث طبيعي للسيد الطالباني لماذا؟ الطبيعي هو النائب الخزاعي المنتمي لإتلاف دولة القانون لا نقصد بصفة حزبية عن طريق الاتحاد الوطني الكردستاني وبصفة دستورية وبصفة دستورية أيضا لأنه سيكون مرشح عن التحالف الكردستاني وهو استحقاق انتخابي لأن يكون رئيس الجمهورية منهم فالسيد برهم صالح سيكون هو الأوفر حظا في حال التوافق عليه من قبل الكتل الأخرى هذا من جهة جهة أخرى حقيقة الشتات الحاصل في أروقة البرلمان بين الكتل السياسية وتناحرها واختلافها كما نعتقد لأنها تطبق أجندات تارة خارجية وأخرى إقليمية وأخرى عرقية وطائفية وحزبية ضيقة دون تغليب المصالح الوطنية العامة هذه الاختلافات أجندات ماذا؟ أجندات خارجية تريد إرباك الوضع السياسي في العراق من هي هذه الجهات؟ حقيقة جهات كثيرة نعتقد ككيان سياسي وأغلب القوى في العراق كقوى وطنية تعتقد أن هناك أجندات أمريكية بل وصهيونية ومن ثم أجندات وقوى تطبق هذه الأجندات حتى من المحيط العربي يعني هناك مشاريع تركية قطرية سعودية هذه المشاريع حقيقة لا تريد بالعراق أن يكون عراق قوي مستقر سياسيا وأمنيا واقتصاديا لأن قوة هذا البلد سيكون داعم ومحور مهم وعمق استراتيجي لحركات التحرر من جهة حركات المقاومة من جهة أخرى إيران خارج هذه الدول وخارج هذه الجهات البعض يتهمكم في العراق من هو من حليف الإيراني أن أيضا إيران هي من يمسك اليوم بزمام الأمور وحكومة الملك هي حكومة إيرانية نعم هذا كلام جزائي حقيقة العراق يتمتع باستقلالية وسيادة وطنية لا تملك إيران نفوذ في بغداد إيران لاعب رئيسي في الساحة العراقية هذا كلام لا ينكر يقينا لكن أن يتهم الحكومة والساسة العراقيين والحزاب العراقيين بتبعيتهم لإيران هذا الكلام عارع عن الصحة والدليل هي بعض المواقف التي اختلفت بها الحكومة العراقية مع إيران تفتيش الطائرات وغيرها الموقف المتوازن من القضية السورية بالنسبة للقدم الدبلوماسي العراقي لكن أنا أذكر بكلمة لأحد الأخوان يقول أعطني سببا واحدا يقنع به العقلاء أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني يهدم أنظمة شمولية ديكتاتورية في العراق أو في مصر ويعطي لقم سائغة لمن يدعي أنهم إسلامين ترعاهم قطر أو ترعاهم السعودية من السلفين والتكفيرين وغيرها يعني حقيقة هذا الكلام يدل على أن هناك تبادل أدوار اختلاف وجوه ممكن الاستفادة من أناس للمرحلة القادمة لكن بوجوه إسلامية وطارة وطنية وأخرى شمولية فحقيقة هذه الأجندات الخارجية أرجع وأكرر قضية مهمة أغلب الكتل السياسية في العراق الممثلة بالعملية السياسية إذا ما استثنينا بعض الوجوه الوطنية حقيقة هي تمثل أدوار وأجندات إقليمية وخارجية غايتها عدم استقرار العراق طيب كيف نتمنى الاشتفاء العاجل للرئيس طالباني ولكن كيف سيرس المشهد السياسي العراقي بعد رئيس طالباني هل سنتجه إلى الأمور واضحة ومحسوبة معدى مسبقا برهم صالح إلى مكان طالباني أم هناك نتجه إلى أزمة في هذا الأمر حقيقة النخبة تعتقد ذلك ونتحدث عن رجل سياسي من الطراز الأول ليس فقط على الساحة الداخلية وإنما على الساحة الخارجية نعم أنا شخصيا من الشخصيات التي معجبة بشخصية السيد برهم صالح حقيقة لما يمتلكه من أدوات ومقاومات لأن يشغل هكذا منصب حقيقة النخبة تعتقد أن برهم صالح هو الخليفة الطبيعي سواء بالاتحاد الوطني الكردستاني كحزيب وكتنظيم أو برئاسة الجمهورية أو برئاسة الجمهورية لكن تعود السياسيون في العراق على افتعال أزمات كثيرة كما أقول أنها مسلسلة من حلقة من حلقات مسلسل الأزمات التي تثيره بعض الكتل التي تريد تعويق عمل الحكومة العراقية بوجودها الحالي نقول قضية مهمة جدا أولا أن الانتخابات النيابية هي قريبة ليست ببعيدة فسيكون الأمر حتى لو افتعلت أزمة فستكون أزمة مقبورة بسبب عامل الوقت من جهة ومن جهة أخرى هذا يشجع الناقب العراقي والمواطن العراقي بل وحتى السياسي العراقي لإيجاد حلول بديلة لهذه القضية أهمها الإيمان بقضية حكومة الأغلبية السياسية ومن ثم الإسراع بتعديل بعض مواد الدستور الذي كتب عن عجاله ومن ثم تحويل نظام الحكومة في العراق من برلماني إلى رئاسي سنتحدث عن إلى أين وصلت الأزمة بين بغداد وأربيل لكن قبل أن أنتقل إلى المحور الثاني سأسأل عن حماس حماس تتحضر لانتخاب رئيس جديد لها على ما يبدو يتعذر الاجتماع في القاهرة أو الانتخاب في القاهرة سينتقل الاجتماع إلى الخرطوم كيف تقرؤون السياسة لحماس الأمنية السياسية العسكرية في الآونة الأخيرة بعد خروجها من سوريا إلى قطر عذرا متوقع عقد الاجتماع في الدوحة في قطر وليس في الخرطوم قضية مهمة جدا الأمر في محورين محور أول حاجة حماس إلى دماء جديد وما يتلاغم مع المرحلة الحالية مرحلة الموافقة على إعلان الدولة الفلسطينية كصفة مراقب في منظمة الأمم المتحدة من جهة ومن ثم مرحلة الإرباك الحاصل في سوريا تحديدا وبعض الدول التي رعت المقاومة فيحتاج إلى دم جديد سياسي يتلاغم مع هذه المرحلة لكن ما هو ملفت في النظر هو قضية عقد هذا الاجتماع في الدوحة في قطر لماذا؟ تحديدا حقيقة الأخوة في حماس لهم سجل نضالي وتاريخ مشرف ونبارك جهودهم ونصرهم في غزة وغيرها من المواقع الأخرى التي سطرت شيئا جميلا في التاريخ العربي وتاريخ المقاومة الإسلامية في المنطقة لكن قطر ببعض مواقف التي نعتقد أنها مشبوهة وعلاقاتها المتميزة مع الدولة الصهيونية حقيقة نحذر الأخوة في حماس لأن سيكون اجتماع الدوحة هو بادرة لانشقاق أو تشقق داخل صفوف المكتب السياسي في حماس لماذا؟ ما هي دلائلكم؟ دلائلنا هي أفعال دولة قطرائيل كما نعتقد في مراحل أخرى في مراحل سابقة دولة قطرائيل؟ نعم هكذا نعتقد بسبب تطبيق هذه الأجندات لدولة قطرائيل تطبق أجندات كما نعتقد أمريكية لماذا قطرائيل؟ لتوضح على كل حال هذا الكلام أنت مسؤول عنه إلى علاقة الميزين به نعم أنا مسؤول عنه وكثير من الشعوب العربية والإسلامية مسؤول عنه ودماء الشهداء في غزة وفي جنوب لبنان وفي العراق نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى إسرائيل تشبه دولة قطر بإسرائيل؟ نعم هكذا نعتقد إسرائيل عدوة يعني للدول العربية وأفعال دولة قطرائيل تؤهلها لأن يطلق عليها هذا الكلام لماذا قطر لم تدعم الحركات الإسلامية في الربيع العربي؟ فقط هذا الموقف لأنها ضد بشار الأسد ونظامه؟ لا ليس هذا فقط حقيقة أن أسهمت في القلق على الحاصلة في مصر وأسهمت في القلق على الحاصلة يعني كان الدعم منقوص الدعم بعدم إعطاء إمكانيات مطلقة لهذه الحركات الإسلامية بتطبيق أجنداتها الإسلامية بل أضيفت عليها بعض الأفكار الأخرى التي كما نعتقد هي أفكار صهيوني وأمريكي سنتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود شوي على قطر من جديد مشاهدين الكرام أهلا بكم ومن جديد أيضا أرحب بضيفي المتحدث الرسمي باسم جبهة الاعتدال الوطني العراقية السيد زياد ناصر السوداني واضح أن الأزمة السورية لا تزال تأخذ حيزا واسعا من اهتمام صحافة الأجنبية وكتابها اللوفي جارو تحدثت عن المبادرات الدولية من أجل المرحلة الانتقالية وتقول أن تصريحات نائب الرئيس فاروق الشرع ما كانت لتصدر لولا الضوء الأخضر من النظام أما الواشنطن بوست فتحدثت عن الأزمة بين بغداد وأربيل وكشفت أن الجيش العراقي سيفتح النار على قوات البشمرقة على كردستان في ثلاث حالات لنستمع ما هي هذه الحالات ولكن بعد استماعنا مباشرة للتقليل المتعلق بالأزمة السورية مباشرة نتابع لوفي جارو سوريا مبادرات دولية من أجل المرحلة الانتقالية أفاد مصدر سوري مطلع على الأحداث أن تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الأخيرة لم تكن لتصدر من دون ضوء أخضر من النظام وبحسب معلومات وردت إلى الصحيفة فإن الشرع التقى الأسبوع الماضي مسؤولاً في المعارضة السورية من جهتها ترغب روسيا بإعطاء الشرع دوراً أكبر في العملية الانتقالية وتسليمه الشؤون الدولية يتزامن هذا التصور الروسي مع مبادرتين مختلفتين المضمون أطلقتها كل من إيران وتركيا فطهران التي لن تتخلى عن النظام السوري تدرك أن لا عودة إلى الوراء وأن نموذج الأسد لم يعد صالحاً بحسب ما أسر مسؤولون إيرانيون رافعون إلى معارض سوري زارهم أخيراً وفي الوقت نفسه تقوم كل من الولايات المتحدة وروسيا ومصر وقطر والأمم المتحدة بدراسة المبادرات التركية التي قدمها أخيراً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغا واشنطن بوست انقسامات حد في العراق سببها اتفاقية إكسون يرى قادة العراق وكردستان أن اتفاقية إكسون قد تؤدي إلى حرب أهلية بين الجيشين المتأهبين على الحدود الاتفاق الذي وقعته السلطات الكردية العام الماضي يعطي شركة إكسون موبيل ترخيصاً للتنقيب في أراضي متنازع عليها ليزيد من حدة الصراع على الأرض والنفط من جهته حذر عضو البرلمان المقرب من رئيس الوزراء العراقي سامي العسكري من مغبة اقتراب الشركة من هذه الأراضي قائلاً أنها ستجد الجيش العراقي في مواجهتها قادة عسكريون من بغداد وإقليم كردستان قالوا أن القتال بين الطرفين قد يبدأ في أي لحظة وبحسب ضابط في الجيش العراقي رفض الكشف عن اسمه فسيفتح الجيش العراقي النار في ثلاث حالات إذا بدرت البشمركة إلى فتح النار أو حاولت السيطرة على مواقع متقدمة أو إذا بدأت شركات النفط بالعمل في المناطق المتنازعي عليها سيد زياد إلى أين وصلت الأزمة بين بغداد وأربيل؟ كان هناك مساعي ومبادرات للنجيفي وليطالباني وإلى أين وصلت؟ حقيقة هذه المبادرات كتب عليها القبل قبل أن تولد بسبب عدم توفر النواية الصادقة للأخوة في التحالف الكردستاني وبعض الكتل الأخرى التي تدعم مواقفهم داخل المؤسسة البرلمانية هذه النواية الصادقة يجب أن تتوفر للجلوس إلى طاولة حوار هذه الطاولة الحوار يكون راعيها وسقف مطالبها هو الدستور العراقي وليس الأطماع أو الطلبات العرقية أو الحزبية أو القومية الضيقة حقيقة يعاب على بعض قادة الأخوة التحالف الكردستاني وخصوصا السيد مسعود البرزاني بأنه ينتهج نهجا يكاد يكون غير عراقيا يعني مستورد من الخارج بإثارة أزمات خارج من؟ يعني حقيقة الحكومة التركية تركيا تتدخل تدخل مباشر جدا بقضية كردستان وقضية عراق وشمال العراق هذا التدخل أيضا هل الأزمة على حالها ما زالت بين بغداد وأربيل؟ في الوقت الحالي الأزمة على ما هي عليه لكن كما قلت في وقت سابق في هذه الحلقة نعول على قضية صحة السيد الطلباني لعل أن ترك قلوب المتخاصمين والجلوس في طاولة واحدة لحل هذه الأزمات الخلاف بين العراق والحكومة المركز وحكومة الإقليم كما نعتقد ليس خلاف قومي ولا خلاف عقائدي بقدر ما هو خلاف سياسي حول بعض قادة الكتل السياسية ومنهم سيد مسعود البرزاني لاستجداء ما يسمى الحلم الكردي بإقامة دولة كردية من جهة اللعب بشعور المواطن الكردي حقيقة السيد مسعود البرزاني كما أعتقد ليس له مقبولية وطنية في عموم العراق عكس السيد الطلباني من جهة ومن جهة أخرى يلعب على وتر كما أعتقد هو انتخابي بحت لاستمالة شعور المواطن الكردي واللعب بوتر نزعته العرقية إذن المشهد السياسي هو يطغي على المشهد الأمني؟ يقينا تترجم هذه الكتل السياسية وكثير منها بعض الخلافات السياسية على أرض الواقع بصفة أمنية بإثارة إرهاصات وإرباكات بل ويصار الأمر إلى أبعد من ذلك وهو تجديد جماعات مسلحة في الشارع تنتمي أصولها إلى القاعدة وإلى البعث المنحل هذه الجماعات ترخي بسدالها على العملية الأمنية في العراق أو على الوضع الأمني في العراق في الأمس يقال أن هناك كان تحليق لطائرة تجسس يعني طائرة عراقية ولكن لمصدر كردي طائرة تجسس فوق الإقليم هل هذا الأمر هو أعمليات مستفزة من قبل الحكومة للأكراد للبشمرقة؟ أولا هذه بشارة خير أن العراق يملك طائرة تجسس هكذا وصفت لعلها هي لعلها على الوجه الدقة أنها طائرة مروحية تصور لأن العراق يفتقر لكثير من الأدوات العسكرية وأن الجيش العراقي بالوقت الحال يحتاج إلى تسليه أكثر وهذا ما أثير على الجيش العراقي وما أثير من واقف الأخوة الكرد في الوقوف ضد صفقات التسلح من الجيش العراقي من روسيا ومن صربيا وغيرها حقيقة ليس بالعمل الاستفزازي والتصعيدي وفق ما يمنح للصلاحيات في الدستور العراقي للسيد القادة العام للقوات المسلحة وفق الدستور العراقي أن أمن العراق من شماله إلى جنوبه هو على عاتق الحكومة الاتحادية أو حكومة المركز فأن تحلق طائرة وأن يرفع علم عراقي على طرف من الأطراف الحدود العراقية هذا ليس بالشيء الشائن ولا بالمعضلة ولا بالمشكلة ولكن جعلت مشكلة عن طريق قيام الأخوة الكرد بفرز هذه المناطق هذه المناطق المختلطة من جهات عرقية وسكانية ومذهبية مختلفة أطلق عليها الأخوة أو أطلق عليها في الدستور المناطق المتنازع عليها حقيقة متنازع مع من؟ يعني أنا لا أتنازع مع الكردي لأن الكردي هو شريك لي في الوطن وليس لدينا مشكلة مع الكردي الكردي مسلم وعراقي ووطني مع من المشكلة إذن؟ المشكلة هو مع بعض القيادات الكردية التي تغرر بالشعب الكردي نفسه يعني السيد مسعود البرازاني يلعب على وتر الحلم الكردي بإقامة دولة كردية أو دولة كردية والتي كما نعتقد غير مؤهلة لأن تقام بالوقت الحالي لا دوليا ولا إقليميا ولا حتى وطنيا سنتحدث أكثر عن الموضوع هناك حصة الأسد في فقرة إقرأ تركيا للأزمة بين بغداد وأربيل لكن سأنتقل إلى الملف السوري للفيقارو تحدثت عن مبادرة دولية من أجل المرحلة الانتقالية أفاد مصدر سوري مطالع على الأحداث أن تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشارع الأخيرة لم تكن لتصدر من دون ضوء أخضر من النظام نعم حقيقة هذا الكلام كما نعتقد عارع عن الصحة المراد به شق صف الحكومة السورية والنظام السوري بإطلاق مثل هكذا شاعت ولكن ممكن أن يأخذ بعيني الاعتبار أن موقف السيد فاروق الشارع نائب رئيس الجمهورية السورية منذ بدأ الأزمة في تموز يتم حوار حول قضية دعوته للجلوس وحل الأزمة سلميا وباستقطابه للحوار القوى المعارضة الحقيقية وليست الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقتل وتفتت ببناء الدولة السورية حقيقة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم به هذه المجرامية المسلحة المراد منها إضعاف الدور السوري من جهة في المنطقة العربية ودعمه لحركات التحرر والمقاومة من جهة وإضعاف إلى القضية السورية كبلد حقيقة من ضمن المشاريع الصهيونية المشبوهة في المنطقة تفتيت الدولة السورية إلى دولات عرقية وقومية أخرى ترفض فكرة الضوء الأخضر من النظام؟ أكيد هذا يدل أيضا من ناحية ثانية أن هناك خلافات في وجهات النظر بالنظر إلى الأزمة بين الأسد ونائبه هي ليست خلافات بوجهات النظر بقدر ما هي تأطير لهذه الخلافات لماذا؟ عندما يتحدث الرئيس الأسد لا حوار قبل الحسم العسكري مقابل يقول فاروق الشرع محفظ الألقاب أن لا أحد يستطيع أن يحسم على الأرض لا المعارضة ولا النظام لا دعا سيد بشار الأسد لأكثر من مرة إلى حوار مع القوى المعارضة الحقيقية لكنه يرغب في حسم الوضع عسكريا قبل أي حوار؟ مع المجاميع الإرهابية المسلحة وليست مع المعارضة نحن نعتقد والكثير يعتقد ذلك أن الذي يربك الوضع في الشارع ويصعد الأمر العسكري في الشارع ويجب أن يحسم هذه القضية هي مجاميع إرهابية مسلحة من تنظيمات القاعدة وتنظيمات متشددة أخرى مدعومة دوليا وقيميا هؤلاء يجب استعصالهم من الساحة في سوريا ومن ثم حسم هذا الخيار العسكري معهم أما المعارضة السورية هي تمثل رأي مجموعة من الشعب السوري يجب الجلوس في الحوار معها وتقبلها وحل هذه الأزمة بطريقة سلمية ودبلوماسية أنتم كتيار إسلامي وتقول الليبرالي لماذا لا تؤيدون إقامة دولة إسلامية في سوريا على غرار ما يجري في الربيع العربي لسنا ضد قيام دولة إسلامية بأي مكان من بقاع الأرض لكن نحن ضد قيام دول راديكالية متشددة همها تغييب الغير وعدم فسح المجال إلى الآخر الإسلام دين سماحة وتقبل الأخرى يعني أنتم تدعون إلى نموذج الإسلام على الطريقة التركية في الدولة الطريقة التركية ملوثة ببعض الأفكار القومية للأخوة الترك هذا ما أزدل ستاره على فكره مسياسي هل هي تجربة ناجحة بالسياسة تجربة أخوة في تركيا؟ نوعا نسبية نجاحها من جهة هو التجانس بين العلمانية والإسلامية من جهة أخرى ومن جهة أهم هي النظرية الشيفونية والطورانية اللي يتمتع بها الساسة الترك بإعادة الأطماع العثمانية في المنطقة يعني الإسلام ما هو شعاركم أنتم كتيار ليبرالي إسلامي؟ نعم نحن شعارنا ليس في العراق فقط بل على المستوى الإقليم والعربي النزيح المفسد ونضع بدله المصلح من هو المفسد برأيك في العراق؟ المفسد في العراق من تلطقت أيديه بالدم العراقي من جهة وبالمال العام من جهة أخرى ومن يلعب بمقدرات الشارع العراقي الأمنية والاقتصادية والعسكرية السياسية هذا الموضوع يطول ولسيما في ظل التقرير التي تحدثت عن الصحفة الأجنبية عن فساد في العراق ولكن سأضطر إلى التوقف مع فاصل ومن بعده سنعود من جديد أهلا بكم مشاهدين للكرام اقرأ تركيا يبدو أن تركيا مهتمة جدا بالشأن العراقي اخترنا اليوم ثلاثة مقالات تناولت التوازنات في العراق في ظل طالباني والمشكلة الكردية إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد وأنقرأ نتابع ياني شفاق طالباني وتركيا الكثير يمكن أن يكتب عن علاقة جلال طالباني بتركيا فقد اشتهر الرجل بوسطيته واللعب على التناقضات لكنه في الأونة الأخيرة لم ينجح في إنهاء التوتر بين بغداد وأربيل كان يقول أنه مع إنهاء حزب العمال الكردستاني عملياته ضد تركيا وفي الوقت نفسه يقول أنه إذا تدخلت تركيا في شأننا الداخلي فسندعم القوى المعارضة في الداخل التركي طالباني هو السياسي الأخير المتبقي من مرحلة الحرب الباردة حريات المشكلة الكردية ستحل خلال سنتين قال أحد وضعي سياسة الانفتاح على الأكراد النائب عن حزب العدالة والتنمية ماهر أونال إن المشكلة الكردية في تركيا ستحل خلال سنتين وإن مقاربة الدولة للمشكلة حالت دون إقامة ميدان تحرير في ديار بكر أونال قال إن عبدالله أوجلان فشل في تحويل العام 2012 إلى عام انتفاضة مدنية علما أن العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستاني تضاعفت خلال هذا العام لكن السعي لحل الأزمة قد سار بالوتيرة نفسها وحزب العمال الكردستاني محتوم عليه ترك السلح إن احتمال رحيل جلال طالباني له أهمية خاصة في الداخل العراقي فموت بعض الذين ارتبطت بشخصهم السياسات لا يعني موت فرد بقدر ما يعني انهيار التوازنات لذا المطلوب أن يكون العراق مستعدا لمرحلة ما بعد الطالباني فالاستقرار في العراق لم يترسخ بعد والضغوط عليه من الجميع وصراع الحكومي الأخير نموذج على ذلك إذ اعتبرت تركيا أن الوضع في العراق يمكن أن يكون أخطر من سوريا تركيا تجد نفسها بين فريقين فهي أن ربحت واحدا تخسر الآخر وهي قررت أن تبتعد قليلا عن المشهد العراقي الساخن من خلال إرسال طرق الهاشمي ليستقر في الدوحة وخروج طالباني من المعادلة سيعطي لواء المرحلة حتما للبرزاني الأكثر حدة في المواقف سيد زيادة صحيفة تركيا تقول أن تركيا قررت أن تبتعد قليلا عن المشهد العراقي الساخن من خلال إرسال طرق الهاشمي ليستقر في الدوحة نعم إذن هي لا تتدخل أو قررت الإبتعاد ساهمت بتثبيت هذا المجرم كأمينة عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حقيقة التدخل التركي في العراق ليس عن طريق القضية الكردية فقط أو كردستان فقط بل عن طريق قضايا أخرى مشكلة المياه من جهة التدخل بالشأن السوري والاختلاف مع الوضع السياسي في العراق وتدخلات أخرى تارة يلعبون على وتر أقلية الأخوة التركيمان في العراق أيضا ومن ثم التدخل في شأن المصر والتنويه أن هناك اتفاقية تقول إذا استقلت كردستان ستكون المصر وفق هذه الاتفاق التي عقدت بالعشرينيات القرن السابق حين تقولون أنكم تدعمون نظام بشار الأسد ألا تتدخلون في الشأن السوري وتجهدون سمها مشأة ثورة احتجاجات حقيقة دعمنا لنظام السيد بشار الأسد وفق آليات ممنهجة حقيقة فكرية والدعم التركي إلى الشعب السوري لا ننسى فضل السيد بشار الأسد والشعب السوري بتضييف مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين قبل الاحتلال وبعد الاحتلال العراقي هذا من جهة وكان يتهم أيضا الأسد من قبل الحكومة وكان ناطق باسم الحكومة علي الدباغ في كل يوم يخرج بتصريح ويشن هجوم على بشار الأسد وعلى ضباط سوريين بأنهم يحاولون إرسال انتحاريين أو من القاعدة إلى الداخل العراقي هذه الآراء في وقتها كانت تمثل الحكومة العراقية ولا تمثل جبهة الاعتدال الوطني نحن كان موقفنا متوازن منذ بادي الأمر وهو النظر بطريقة متساوية لكل الأطراف نحن ننظر بعين الحوار وتلقف الموضوع مع المعارضة السورية الحقيقية لكن يجب أن نفرز بين المجاميع الإرهابية المسلحة التي تعيث فيه أرض سوريا فسادا وقتلا ونهبا وغيرا وبين المعارضة الحقيقية لا ضير من إعطاء المساحة الكافية للمعارضة السورية الحقيقية والحوار معها ومن ثم إجراء بعض الإصلاحات بطرق سياسية ودبلوماسية وصلت الفترة بالعودة إلى الدور التركي في بغداد نعم دور التركي في بغداد سمعنا بالتصريح الصحيفة سابقا أن التوازن الطلباني أو مصطلح أثير مصطلح أن الطلباني هو شخصية من شخصيات التوازن التي تلعب عليها تركيا وبنفس الوقت هي شخصية تعيش على التناقضات كما قالت على السيد الطلباني حقيقة السيد الطلباني من الشخصيات الوطنية التي يمكن تقبلها من كثير من القوى العراقية ليست قوى كردية فقط بل قوى عربية وإسلامية وشيعية وسنية وغيرها لكن بعد عمر طويل في حال غياب هذا التوازن الطلباني كما تقول الصحيفة هناك بديل استراتيجي يجب على تركيا التعامل معه ألا وهو لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار مع العراق البديل هو نظام الأغلبية السياسية ومن ثم تعديل هذا النظام إلى تحويل نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي يعطي قوة ويعطي مركزية حتى لا تفتح ثغارات على الحكومة التركية بسبب قضية حزب العمال الكردستاني وغيرها نحن لا نعيش مع الأزمات مع الأخوة جيران العراق دول الجوار في العراق ماذا تستفيد تركيا إذا كانت هي تحرد الأكراد على حكومة بغداد؟ أنا أجد أسأل الأخوة الكردنا الترك عذرا نفسهم ما الاستفادة بهذا الموضوع يعني إذا قامت الحكومة العراقية بتحريك حزب العمال الكردستاني أو بعض القوى الكردية المعارضة الحكومة العراقية بتحريك حزب العمال؟ ما سيكون رأي الأخوة التركة لا يعتبرونه تدخلا في الشأن العراقي لا يعتبرونه خارقا لحسن الجوار والعلاقات الدبلوماسية المعروفة يجب على الأخوة الكرد الترك عذرا أنتم تلاوحون في العراق بهذه الورقة ورقة حزب العمال والله كما قيل نحن قومون أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدأ بالأذى من ليس يذينها هكذا ديدا أننا كعراب ومسلمون لكن أن يقوم الأخوة الترك وبالاستمرار بالضغط على بعض الخلافات العرقية والمذهبية وغيرها وتسويقها ودعمها لتحويلها إلى أزمات كبرى في العراق هذا يعتبر تدخل في الشأن العراقي علما أن المستفيد من استقرار العراق من الدول التي ستستفيد كثيرا من استقرار العراق الأمن والسياسي والاقتصاد هي تركيا نفسها حجم مشاريع الاستثمار التركية حجم العلاقات العراقية التركية يعني يتهم العراق أن لها علاقات استراتيجية مع إيران مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو على خلاف بنفس الوقت مع الدولة التركية لنحسب حجم الاستثمارات وفاض التجارة بين البلدين أيهما يميل كفته أكيد سيميل كفة الأخوة الترك هذا يدل على أن العراق هو مستقل بقراره الوطني من جهة ويدل من جهة أخرى أن العراق لا ينظر بصفة مشبوهة لا إلى الأخوة في الجمهورية ولا إلى الأخوة في الدولة التركية بل وليس حتى إلى الأخوة في دول الخليج وغيرها من الدول لكن هذه الدول تسارع على احتقان الوضع في العراق لا نعرف الغايا الدور الأمريكي في هذه الأزمة سمعنا بتوجه السفير ووفود عراقية إلى الإقليم هل المالكي أخذ الضوء الأخضر برأيك من الأمريكي ويقال أنهم قالوا لرئيس الإقليم البرزاني في كردستان في شمال العراق ابقوا حيثم أنتم ولا داعي للتصعيد لطيف فندعم المالكي هل هذا صحيح؟ لطيف المالكي أخذ الضوء أخضر ليس من أمريكا تحديدا بل من الشعب العراقي الذي وصل إلى قناعة مطلقة أهمها أما أن تعايش سلميا وأما أن يذهب بدقة عزيز البرزاني خبير في شؤون الشرق الأوسط يقول لصحيفة توديزابان أن حكومة المالكي تحاول صرف الانتباه عن فشل حكومته في العديد من المجالات الصحية والخدمتية والخدمات الاجتماعية قبل الانتخابات في نيسان أبريل المقبل وأنه يسعى إلى استدعاء المشاعر القومية للشعب العراقي من خلال التوتر مع تركيا نعم حقيقة سأقول كلاما حتى لا يحسب على المالكي ولا يحسب أني أسوق إلى المالكي لأني لست متحالفا لهذه اللحظة مع السيد المالكي على كل حال لديكم لقاء في الشهر المقبل مع المالكي هذا تترك الاشياء السياسي للسيد رئيسي جفر الأستاذ محسن المالك وهو يقرر ذلك الكلام حقيقة أن المسؤول عن فشل الوضع الخدمي والأمني والصحي في العراق ليست حكومة المالكي لماذا؟ لأنها ليست حكومة أغلبية سياسية هي حكومة شراكة وطنية يعني هناك خمس أو ست وزراء كرد في الحكومة هناك ست أو سبع وزراء من التيار الصدري في الحكومة جميل هذا الأمر يجب أن يثمر بشكل إيجابي على الأرض بما أن هذه الكتل أو أغلب هذه الكتل حتى لا أصادر وطنية أحد ومنها بعض الكتل الكردستانية وبالقائمة العراقية لا تريد أن تجير الإنجازات الحكومية باسم الحكومة وباسم المالكي فوقفت موقف الند ولم تقر قانون البنى التحتية من جهة وقوانين خدمية أخرى من جهة أخرى وقوفها بمضلة البرلمان وعدم إسراحة لإقرار هذه القوانين التي تخدم الشارع العراقي والمواطن العراقي على المستوى الخدمي والأمني جعلت من الحكومة حكومة ضعيفة وخطواتها بطيئة نعم انتهى الوقت ولكن باختصار شديد لأي سبب ستلتقون المالكي هناك تحالف أو انضمام إلى اتلاف المالكي الشهر المقبل والله تسعى جبهة الاعتدال الوطني والكلام مرحب به أيضا من اتلاف دولة القانون بالتحالف في حالة الفوز بالانتخابات جبهة الاعتدال الوطني تدعم بعض المواقف السياسية التي تصدر عن دولة القانون وعن السيد المالكي ليس لأنه المالكي ولا لأنه دولة القانون بل هي مواقف تتلام مع الفكر السياسي لجبهة الاعتدال الوطني شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي باسم جبهة الاعتدال الوطني العراقية السيد زياد ناصر السوداني أو زياد ناصر اللفتة السوداني شكرا جزيلا لك على حضورك معنا مشاهدين الكرام حلقة آخر طبعا لليوم انتهى التحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة